نعم هنا سيذهب تريفر يا أصدقاء لكي يقوم بحفر القبر وسيجد بأنه براد هو الشخص المدفون هناك سنبعد الآن تريفر ونضعه هنا يا شباب وما سأقوم بفعلي الآن هو أنني سأقوم بحد فيه ولن يستطيع تريفر حفر القبر الخاص ببراد وبهذه الطريقة سنستطيع يا أصدقاء إخفاء الحقيقة عن تريفر هيا ديليت بوم اختفى تريفر يا شباب عجيب جدا صراحة السلام عليكم يا شباب معكم يا سين من قناة اليوم جئتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من أتمنى أن يكون يومكم بخير يا أصدقاء أنا الحمد لله يومي بخير وعلى آخر وشكرا على الدعم الرهيب في الفيديوهات السابقة تحياتي لكم يا شباب هناك رقم عجيب كان يتصل بي لكنني لم أقوم بإجابته ولا يهمني أمر صراحة علي الذهاب الآن عند مايكل لكي نقوم بعمل تلك المهمة إذا لاحظتم فإنها عندنا هنا وهي صفراء ليست صفراء أعتقد اللون الأورنج وهو اللون البورتوقالي وهي بورتوقالية لأن علين الذهاب يا شباب عند مايكل وفي هذه الحلقة سيقول تريفر لمايكل مايكل من هو الشخص المدفون في قبريك أعتقد بأنه براد لقد قمت بخيانة براد يا مايكل وسيعرف تريفر بأن السبب الرسمي لموت براد فهو مايكل لكن ما سأريد صراحة فعله واكتشافه في هذه الحلقة وريد صراحة أن أكتشف ماذا سيحدث إذا سبقنا تريفر عند براد إلى قبره لأنني صراحة أعتقد بأن مايكل من الممكن أن يذهب إلى قبر براد ويقوم بحفره لكي يقوم يا أصدقاء بالذهاب وأخذ جتة براد ووضعها في مكان آخر كل شيء صراحة ممكن في لعبة جتائفة لذلك مهمتنا في هذه الحلقة هي الذهاب والسبق تريفر إلى قبر براد لكي نرى هناك تشف ماذا سيحدث في لعبة جتائفة هيا لقد وصلت إلى المنزل الخاص بمايكل سأنزل بالطائرة يا شباب لأن المكان صراحة فواسع نستطيع النزول بدون أي مشاكل لقد نزلنا ممتاز نزلنا جئنا بطائرة شتريفر إلى منزل مايكل هي الآن لكي ندخل هالباب مفتوح أعتقد بأنه سيكون مفتوح نعم هالباب مفتوح نستطيع الدخول بدون أي مشاكل آه ومايكل فهو موجود هنا وأستطيع كذلك أخذ أسلحتي عجيب لا يمكننا أخذ الأسلحة يا شباب وسط لعبة جتائفة فايف لكن الآن يمكنني أخذ الأسلحة أوه بدأت القاتل كنت أريد الصعود إلى فوق لكي أراها الأماندة موجودة في دريسي لكن بدأت القاتل هنا سيتكلم معه وسيعرف بأنه براد هو الشخص المدفون في قبر مايكل انتظروا نستمع قليلا وسأشرح لكم واو دريفر قال لي مايكل بأنك قاتل هنا قال له بأنني رأيت قبرك قال له بأنك لسه ميت وأنك لسه رجل هنا سيدها بتريفر نعم هنا قال له من هو الشخص المدفون في مكانك يا مايكل نعم هنا سيدها بتريفر يا أصليقة لكي يقوم بحفر القبر وسيجد بأن براد هو الشخص المدفون هناك ومايكل لم يكن له هذه الحقيقة علي علي يا شباب تصغير الماض المينيوم ها هو ها هو دريفر سيذهب لا 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 علي إيقافه علي الإسرع علي الإسرع لقد أخذ سيارتي ممتاز ممتاز لقد قمت بإيقافه يا أصدقاء جيد جيد هيا 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 سأستعمل النوكليب ها هو دريفر يا شباب لقد قمنا الآن بإيقافه بسرعة بوسطة الموضعات لا يستطع دريفر تحرك كما تلاحظون لا يستطع تريفر تحرك لذلك سأذهب الآن إلى المطار واعتقد مئة في المئة بأنني سأسبق تريفر إلى هناك لقد سرق كذلك سيارتي لذلك سأذهب سأخذ أنا هذه السيارة قفي قفي يا أناسي قفي أريد ذهب عندي مشكل تريفر كما تلاحظون فهو عالق هنا يا شباب عالق لن يستطع تحرك لأي مكان لأنني قمت باستعمال أحد لموضعات وبالنسبة إذا لم تصدقني الآن سيتصل مايكل مع تريفر لاحظوا مايكل سيتصل معه واو لقد اختفت تريفر عجيب لقد اختفت تريفر لقد كان تريفر عالقا هنا يا أصدقاء لكننا اختفوا عزيب أسكت يا تريفر أسكت سأقوم بإعادة المهمة يا أصدقاء ممتاز هذه المرة القد أوقفته يا أصدقاء أمام المنزل لن يهرب إلى أي مكان ها هو يا شباب حقيقة الآن ها هو تريفر موجود أنا أضغط الآن على F لا أستطع انزله من السيارة عجيب سأسدد عليه موت لا أستطع تسديد عليه سأدمر السيارة يا أصدقاء لن تستطع الذهاب إلى أي مكان يا تريفر دمرت له العجلة علية تأكد جيدا لكي لا يسبقني تريفر إلى هناك إلى قبر براد جيد السيارة دمرتها سأضع خذ سأفجر أنا هذه السيارة لكي لا يسبقني يا شباب تريفر عمدا برادوي يعرف الحقيقة بوم لا يمكن أن تفجر تريفر مع بداية المهمة ممتاز ممتاز لن تهرب إلى أي مكان يا تريفر سنقوم بهذه التجارة يا أصدقاء لن يهرب تريفر هذه المرة لن أقوم بيش في جيري سأتركه هنا سأترك تريفر هنا من الممكن أن أقوم به بتاع ذي البسيط لا أستطع تحركها مع الأسف المهم ها هو تريفر حقيقة هو موجود هنا لا يستطع الذهاب إلى أي مكان حدث السيارة السطع يا أصدقاء الدخول وسط السيارة لكن هو موجود ها هو يا شباب شوفوا معي لكي تصدقوا فهو موجود لن يستطع الذهاب إلى أي مكان الآن سأقوم بالذهاب لم يختفي ممتاز لم يختفي الآن علي الذهاب بسرعة وأخذ سيارة والذهاب إلى المطار لكي أصبق تريفر فهو عالق في تلك المنطقة كيف 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 جيد جيد كيف كيف عندك العالمات كيف أخرج أسرع سأذهب الآن إلى المطار وأذهب إلى النورتينكت بسرعة وسأسبق تريفر يا أصدقاء وسأسبقه إلى قبر برعد ونرى ماذا سيحدث هل سنقوم مثلا بالذهاب وإخفاء قبر برعد وعندما سيأتي تريفر لن يجد أي شيء وبهذا ستصبح الأمور جيدة جدا مع تريفر أم أننا سنذهب إلى أولاك ونجد بأن تريفر سابقنا اوه ابتعد ابتعد وكذلك لكي نسرع كثيرا سأستعمل وبهذا سنسرع أكثر يا أصدقاء لن يستطع تريفر سابقنا إلى النورتينكتن مئة في المئة لن يستطع وصلت يا شباب إلى المطار وضع سيارتي هنا جيد لقد وضعتها مرة أخرى لن نضيع الوقت يا أصدقاء وصلنا الآن سنذهب إلى النورتينكتن أسرع جيد جيد هل وصلنا الآن إلى النورتينكتن؟ نعم وصلنا إلى النورتينكتن مئة في المئة لقد سبقنا تريفر لقد وصلنا إلى المنطقة يا شباب مئة في المئة لقد سبقنا تريفر لا يمكن أن يصل تريفر قبلنا يا شباب لا يمكن نهائيا جيد جيد وصلنا الآن علينا الذهاب والإسراع إلى قبر ديف لكي نقوم يا أصدقاء بالذهاب ونكتشف ماذا يوجد هناك ايايايايا علينا الإسراع شوفوا معي هل هناك تريفر مئة في المئة لقد سبقنا تريفر هناك شخص ما يا أصدقاء يقوم بحفر القبر سأستعمل سبونر تريفر يا شباب كيف وصل تريفر إلى هنا لقد سبقنا يا أصدقاء عجيب جدا كيف وصل وهو الآن يقوم بحفر القبر الخاص بصديقنا براد الميت هل أستطع مثلا تغيير تريفر نعم أستطع تغييره احفر هناك يا تريفر احفر هناك ينتظر وسأضعه هنا احفر هنا احفر هذا القبر يا تريفر اعتقد إذا حفرت تريفر هذا القبر فلن يجد أي أحد وبهذا ستصبح لأمور جيدة جدا مع مايكل سأنتظر يا أصدقاء سأنتظر وأترك تريفر يحفر هذا القبر اعتقد لن يجد أي شيء وسأذهب الآن إلى هناك ونرى ماذا سيحدث عندما نبدأ في الكاتسين تريفر لا يزال يحفر هناك ينتظر وسأريكم هل أستطعت سديد عليه لا أستطعت سديد عليه لا أستطعت سديد عليه لا أستطعت سديد عليه إذا سددت مثلا هناك لا أستطعت سديد عليه لكن هنا أستطعت سديد في جانبي كيف سأقترب الآن وأرى ماذا سيحدث بدأت الكاتسين وعادة تريفر يحفر وسط القبر عجيل هنا سيارة تريفر وجه الشخص المدفون هل هو برعد من هو الشخص المدفون هناك؟ انتظروا نرى يا شباب نعم براد 100% براد لقد عرف من تلك السن الذهبية الموجودة عنده براد براد نعم براد المسكين هو الشخص المدفون في تلك المنطقة عجيب اوه لقد جاء الصينيون الآن دريفر لقد هرب مشكلة أثقاء سأقوم بإعادة المهمة انتظروا إذا مت مثلا أين سأبدأ المهمة سأتركهم يقتلونني وأرى نعم لقد قتلوني هل سأبدأ المهمة قبل الكاتسين أم بعد الكاتسين سأبدأ المهمة قبل الكاتسين حسنا قبل أن أعيد المهمة لكي أقوم بجربة آخرا سأقوم أولا بأخذ روح هذا الشخص وستأرى الآن ممتاز ممتاز مايكل يضرب لي وحده هل أستطيع قتلهم نعم أستطيع قتل أصدقائي بواسطة هذا الشخص أين هم أين هم يا سلام عليك هذه طريقة مميزة يا شباب إذا كنتم تريدون المورغرر في المهمة يمكنكم طريقة روح أحد الصينيين ويمكنكم قتل الصينيين أصدقائيكم تعال 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 يا مايكل اتيه تعال تعال يا مايكل تعال يا صديقي مايكل ها ها قد قمنا بيش دميل لأبنجي تائفة يا سلام هيا موتو تعال يا مايكل تعال تعال موتو يا ايو الصينيين انا صديق مايكل موتو يا كلاب اين مايكل ها هو مايكل موتو موتو جاي جاي احسنت يا مايكل تعال تعال انا صديقك يا مايكل يا سلام ما هو مايكل لقد بدأ يتحرك صراحة عجيب كنت اريد صراحة تجربة هذا الامر لكي اراها سيستطع مايكل تسديد ام انه سيتوقف لكنها يسدد كأنني صديقه هذا الصيني الان اصبح صديق مايكل تعال تعال يا مايكل هيا تحرك انا هنا لمساعدتك لقد مات هيا تعال جاي جاي قد اقشربنا يا اصدقاء من انقاذ مايكل بدون لعب بمايكل يا سلام صراحة عجيب جدا هذه الموضات مميزة هيا موتو هل عند القنابل ووو وعندهم السلاح يا اصدقاء فيه ما لا نهاية من البوليتس عجيب شركة روكستار جيمز تقوم بغشنا يا اصدقاء نحن اعطتنا مسدس في عدد محدود من البوليتس وهؤلاء الاشرار اعطتهم اي كي فورتي سيفن في عدد لا نهاية من الرصاصات شركة روكستار جيمز تغشكم يا اصدقاء وهذا هو الدليل عندي اي كي فورتي سيفن في عدد هائل من الرصاصات هيا تعال تعال جيد جيد لقد اوقفهم القطار هل استطع ركوب استطع ركوب في السيارة تعال يا مايكل لكنني لا استطع تحرك عجيب لا استطع تحرك وصراحة هنا يا اصدقاء فلا يمكننا الهرب لاننا اذا ركبنا في السيارة سنجد باننا لا نستطع يا اصدقاء سياقة السيارة انتظروا اذا ركبت مثلا في القطار لم يحدث اي شيء انهض انهض اركب اركب جيم الى ماذا سيأخدون هذا القطار الى ماذا سيأخدون هذا القطار سنذهب الى عالم اخر وسنطرك مايكل هنا عجيب جدا هذه التجارفة يا مميزة يشافرين فجي تائفين انتظروا سأقوم الآن بإعادة المهمة وأقوم بآخر تجربة وبعدها سأنهي الفيديو وعدت لكم يا أصدقاء لقد جئت مرة أخرى انتظروا استعمل الآن سبون رمض لقد جئت مرة أخرى الآن كما تلاحظون في التريفر فهو دائما يكون موجود هنا يعني حتى ولو تركنا وقمنا بعمل فروز له في قرب المنزل في سيارات مايكل فإنه يظهر هنا يا أصدقاء يعني أعتقد اللعبة فيها تقوم بعمل لود وبهذا فهو يظهر لنا مرة أخرى هنا يا شباب الآن ما سأقوم بفعله هو أنني سأقوم بحدفه في مرة يا أصدقاء كيف كيف ظهر عجيب إذا قمت بتحريكه مثلا وقمت بحدفه يظهر غريب جدا إذا قمت مثلا بإبعاده سنبعد الآن تريفر ونضعه هنا يا شباب وما سأقوم بفعله الآن هو أنني سأقوم بحدفه ولن يستطع تريفر حفر القبر الخاص ببراد وبهذه الطريقة سنستطيع يا أصدقاء إخفاء الحقيقة عن تريفر هيا ديليت بوم اختفى تريفر يا شباب عجيب جدا صراحة انتظروا وسأعود ووو لقد ظهر مرة أخرى يا أصدقاء رغم أنني قمت بحدفه لكنه يظهر كما تلاحظون لقد حاولت حدفه مرارا وتكرارا لكنه يعود إلى القبر ويظهر لذلك سأقوم فقط بتحركه حتى ولو قمت بتحركه فأعتقد بأنه سيعود انتظروا هل أستطيع إدخاله مثلا وسط العالم نعم سأضعه وسط العالم هنا إذا أدخلته وسط العالم ها هو يا شباب تريفر موجود وهو موجود وسط العالم لقد نزل أصلا وسط العالم ممتاز جيد لقد رمينا تريفر أسفل العالم لذلك أعتقد لن يستطيع تريفر يا أصدقاء حفر القبر الخاص ببراد سنقوم الآن بالدخول ونرى ماذا سيحدث هيا لكي ننطلق ماذا حدث فشلنا في المهمة تريفر ضايد مات تريفر يعني لا يجب علينا قتل تريفر يعني تريفر سيعرف الحقيقة شئنا أم أبينا شئنا أم أبينا فإن تريفر سيعرف الحقيقة هذه المرة سأقترب وسأستعمل بعض من الموضات أثناء الكاتسين اهو تريفر يحفر القبر عادي سأريك يا تريفر ما سأفعله بك الآن طوب داون لم يحدث شيء مانيوليس مون لم يحدث شيء ميتيور مود ايم بي مود ها نستطيع إطفاء الأضواء وإيش عليهم سيمبل بلاكاوت مود مايكي هون لم يحدث شيء ماساكر ووو قتلنا تريفر وسط الكاتسين في الماساكر مود لقد قتلنا تريفر وسط الكاتسين في الماساكر نعم ها رأيتم الدماء لقد مات تريفر بقيت فقط أمتعته تسحرك ومسدسه ها هو ظهر مرة أخرى عجيب ولكن شوفوا الدماء دماءه فهي موجودة بسبب الماساكر مود صراحة عجيب جدا عجيب سأحاول نزول ها هو القبر القبر الخاص بيد الشخص الماسكين يا سلام علي اين هؤلاء الاشخاص اريد العراق المهم يا شباب تساؤلكم لقد اجبنا عنه لا يمكن يا اصدقاء سبق تريفر حتى اذا سبقناه و جئنا نحن الاوائل الى هنا فاننا نجد هنا لان شركة روكستار جيمز قامت بعمل فقط تليبورتيشن لتريفر الى هذه المنطقة وبهذا فانه سيظهر لكم يا اصدقاء مهما فعلتم لذلك اذا اجبكم الفيديو الخاص باليوم وحلقة اليوم فلا تنسوا بالضغط على زر لايك وشكرا على الدعم الرهيب في جميع الفيديوهات الموجودة في القناة والسلام وعليكم ورحمة الله